بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على حضرة الحبيب المحبوب سيدنا محمد المصطفى البدر صلاة تحفظنا بها من أهل الغدر والمقر والسحر وعلى آله الأنجم السهر وصحبه في كل لحظة أبدا عدد كل ظرة ألف ألف مرة اللهم يا وهاب ارحم عبدك الأواب اللهم يا رفع ارحم عبدك الخاضع اللهم يا قيوم ارحم عبدك المعدوم اللهم يا رؤوف ارحم عبدك الملهوف اللهم يا لطيف ارحم عبدك الضعيف حسبي أنت ونعم الوكيد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي قناة الأعزاء ومع حلقة جديدة اليوم أقدم لكم فيها طريقة حجب أخبارك عن القرين ومنعه من التجسس عليك ونقل مستجداتك للساحر فتابعوا معي نبدأ على بركة الله القرين وهب كما هو معروف هو شيطان من الجن يلازم الإنسان منذ ولادته ولا يفارقه إلا بوفاته وهو موكل بالوسوسة للإنسان وإحزانه ومنعه من أعمال الخير وتشجيعه على الشر والمحرمات وهذه هي وظيفته والقرين جني كافر لا يؤمن بالله ولا بيوم الحساب ولهذا فهو دائما يوسوس لصاحبه بفعل السيئات ويزين له أعمال الشر والفساد وقد ورد ذكره في القرآن الكريم في عدة صور وأيضا في عدة أحاديث نبوية صحيحة ويتميز القرين بخفة الحركة والسرعة الشديدة ولكن بالرغم من قدرته الخارق هذه فهو لا يستطيع أذية الإنسان إلا بالوسوسة وبأمر الله جل فعله والقرين لا يمكن قتله أو إحرقه لكن عند قراءة صور معينة وآيات معينة فهو يتعذب ويصاب بقهر شديد يلجمه ويشل تحركاته والقرين هو مخادع جدا وأصل فتنة المؤمن في دينه يوسوس لصاحبه بالشكوك والظنون والأوهام خاصة في لحظات العبادة حتى يحرمه لذة الخشوع والإخلاص وله قدرة رهيبة في التأثير على العقل والذاكرة وأيضا دوره فعال في الإحساس بالحزن والاكتئاب والتشاؤم وطغيان الأفكار السلبية على الإنسان يتجسس على الإنسان في أي وقت وهو باب الساحر ومخبره بكل مستجدات حياتك وهو الذي يساعد خدام السحر من الجن في السيطرة عليك والتمكن منك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قال وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير وأعراض تسلط القرين على الإنسان سبق ونزلتها في فيديو منذ سنة تقريبا على قناتي سأترك لكم رابطه في صندوق الوصف حتى تطلعوا عليها وفائدتنا لهذه الحلقة إن شاء الله هي من أقوى الفوائد التي تلجم القرين وتجعل بينك وبينه حجابا حتى لا يطلع على أخبارك وبالتالي لا يستطيع إخبار أي ساحر بمستجدة حياتك ويجب القيام بها يوميا خصوصا لمن يعرف أنه يتعرض لتجديد الأسحار وأن هناك من يتقف أخباره ويبحث عن مستجداته ليضره ويقف حالا وبالتالي فحتى الساحر عندما يحضر قرينك ليعرف أخبارك سيضطر قرينك للكذب عليه وإخباره بأمور غير صحيحة عنك وهذا ما يجعل سحره بعد ذلك دون تأثير عليك والطريقة على بركة الله هي سهلة وبسيطة وهي كالآتي أنك يوميا بعد صلاة الصبح وبعض صلاة المغرب يعني مرتين باليوم مباشرة وأنت لازلت على سجادة صلاتك وقبل أن تبدأ بتسبيحاتك وأورادك أو أي ورد اعتدت القيام به بعض الصلاة يعني تعملها أول شيء تقرأ صورة الإخلاص قول هو الله أحد سبع مرات ببسملة واحدة يعني تذكر باسم الله الرحمن الرحيم في المرة الأولى فقط ثم بعدها تقرأ الدعاء الآتي ثلاث مرات اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تجعل بيني وبين قريني حجابا من قدرتك وسدا من عظمتك وصورا من هيبتك اللهم الجمه عني ومنع أخباري عنه بقدرتك يا عزيز يا قهار تقول هذا الدعاء ثلاث مرات ثم بعدها تقوم بأورادك وتسبيحاتك وما التزمت به مع الله من أذكار وسبحان الله ستلاحظ فورا بعد هذه الفائدة سكينة تجتاحك وستكون أكثر تدبرا في أذكارك وعباداتك وأكثر تركيزا وخشوعا وكما لاحظتم فالفائدة سهلة جدا ولا تأخذ وقتا أو جهدا لكن فضلها وأنوارها عظيمة جدا على ذاكرها فلا تتكاسلوا عن القيام بها وصلنا إخوتي في الله إلى ختام هذه الحلقة أشكر لكم وفاءكم وأشكر لكم إخلاصكم وأشكر لكم دعمكم وتعليقاتكم الطيبة ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة على خير وهدى ورحمة دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة